فيه ناس كثير بيسموا الممرضين ملائكة الرحمة شو رأيك في هذا الاسم؟ شوف لو بدك تسأل شيخ حط هذا السؤال على أي موقع فتاوى على الانترنت رح أقول لك لا يجوز ليش؟ لأنه بكل بساطة الملائكة مخلوقات طاهرة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يعني بالعرب هم كائنات أعلى شوي من البشر الناس بشكل عام فيها الصالح والطالح فما بصير تيجي إلى فئة معينة أو دولة معينة أو ديانة معينة أو مذهب معين وتقول كلهم قويسين أو كلهم أحسن من باقي البشر طيب إحنا كما ممرضين لو سألت عالم من علماء التمريد أو دكتور جامع بدرستمريد رح أقول لك برضو هذا الكلام ما بصير أولا الملاك مخلوق طاهر ما بيغلط والممرض إنسان عادي يوم بيغلط ويوم بيشتغل صح صحيح أنت عشان تصير ممرض مطلوب منك بكالوريس وتسجيل بالنقابة وتنجح بامتحان مزاولة وتجيب رخصة مزاولة مهنة وإلى آخره يعني بالعربية مطلوب منك شوية شهادات وخبرات لكن الشهادات والبرق مش كل إشي لازم يكون عندك شوية ضمير ومخافة ربنا تنسى الشغلة مهمة إنه لما توصف الممرض بالملاك هذا الكلام بيفقده بعض حقوقه يعني لما تقولهم أنا لحالي واقف على 35 مريض رح أقول لك أنت مش ملائكة رحمة؟ أول كلمة بتسمعها طيب ملائكة رحمة مش جريندايزر يعني أنا مش سوبرمان أدوم على 35 مريض لحالي لما تقولهم أنا بدي أشارك في صنع القرار أي اشتباع بصير في المستشفى كل رؤساء الأقسام بيجوا إلا مدير التمريض ولا مهتمين فيه ولو إجاه ما بيسألوا شو رأيك فأنا لازم أشارك في صنع القرار مدير المستشفى بلف على الكل بيسألهم شو رأيكو شو مشاكلكو إلا نا ليش؟ أول كلمة بتسمعها أنت ملائكة رحمة فإذا كانوا الممرضين ملائكة رحمة معناته بيقدروا يعطوا الرعاية التمريضية أو الرعاية الصحية لعدد لا نهاي من المرضى لوقت لا نهاي بدون ما يرتاحه ولا يأكله ولا يشربه ولا ينامه تذكروا أيام الإضراب لما كل الناس هاجت على التمريض وصارت تقول على حساب ملائكة رحمة هاي الكلمة ضرتنا أكثر ما نفعتنا الملائك زي ما قلنا مخلوق نقي وطاهر في نظر الناس مش من حقه يكل أو يشرب أو يقول أخ أو يشتكي فإنت لما تقول بالدعم الإضراب لأنك ما زلت الراتب تبعي الناس راح يقولوا لك أول كلمة ما أنت ملائك الرحمة وملائك الرحمة فيش عنده في وطير كهربية يدفع آخر الشهر فيش عنده أجار بيت فيش عنده ولاد بدهم يأكلوا يشربوا ويلبسوا أقوعة جديدة على عيد طب هل الناس في الدول الغربية مثلا بيقولوا هاي الكلمة عن الممرضين لعلمك كلمة ملائكة الرحمة انقرضت في الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا من سنة 1931 أو 1932 ابتداء من هذاك الوقت ثلاثينات القرن الماضي انتشرت فكرة أنه لا تعطوا الناس أكثر من حجهم هم بعرفوا أنه التمريد تخصص كويس وبعرفوا أنهم ناس يختاروا هاي المهنة بس لأنهم بحبوا يقدموا الخير والمساعدة للبشر لكن لا تخليك بالراسه ويوخ المجلب في حاله الأمريكان عندهم نظرة أنه أي إنسان بالدولة من أجل واحد لحد رئيس الدولة عبارة عن إنسان بيشتغل طول الشهر وبقبض راتب آخر الشهر فأنت شو معملت مش جيك راتب لا تحمل نجمين صحيح أنهم بيحترموا الممرض لكن ما بيعتبروا إشي قريب للإله زي ما احنا بنعمل مع العلم أنهم كل سنة بيعملوا استطلاع للرأي بيسألوا الشعب شو أكثر مهنة أنتو بتحترموها وتقريبا من سنة 1998 كل سنة اللي بفوز بالمرتب الأولى الممرضين بالنسبة للممرض برضو فيه نقطة الناس بتعتبرك ملاك رحمة يعني في بعض الحالات لازم تتعامل بشكل مثالي لازم تلبس لبس مليح لازم ما تكون عرقان ما تكون ريحتك طالع ما تكون بتدخن ما بتكون تزهج من الشغل ما بتكون تتشكون كل ما تمرقوا بنت بدك تحط راسك في الأرض يعني أنتو عن جد حرفيا أنتو بتكون ملاكة ينزلوا يشتغلينكوا بالقسم مش أنا فإطلاق هاي الصفة على الممرضين بخلي الناس تفترض أنه فيش عندك ولا غلطة لو غلطت غلطة واحدة بيعتبروك كافر باختصار التمريض مش ملائكة بشر زي هم زيك لكن هم دارسين تخصص معين عنهم وحبين يبدعوا فيه زي هم زي كل الناس بيشتغلوا شهر بنفس ويوم بدون نفس وكل ما تضغط عليهم بدهم يزعلوا بدون شكوان وعادي الكمال لله وحده وبرجع بذكرك أنه كلمة ملائكة الرحمة في كل الدنيا صار لها تقريبا خمس وتسعين سنة ممنوع تنحك إلا عنا يعني الإشي اللي الناس من مئة سنة تركته إحنا مسكنا فيه من جديد ويا ريت مسكنا فيه لا إشي كويس لا مسكنا فيه عشان إن نعاير الناس كل ما أقول أخي ظهري بيطلع مئة واحدة يقول لي على حساب ملائكة الرحمة وقبل ما تتعصب وتزعل ربنا بقول عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إذا أنت عمرك بحياتك ما أغضبت ربنا أنا مستعد أنا ديك ملاك أتوقع بعد كلام ربنا ما في كلام لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد أول بول والسلام عليكم